اشتركوا في القناة من حقبة قديمة شوية وهو فيلم ابيض ويسود ما هواش امريكاني او انجليزي هو انتاج فرنسي ايطالي مشترك ممكن ما يكونش من اشهر افلام الحقبة دي بالنسبة لنا احنا في الوطن العربي ولكنه فيلم على المستوى العالمي ليه شهرته وليه احترامه الكبير جدا وهو فيلم الفيلم ده من بطولة ايف مونتان وايف مونتان من الابطال او من الممثلين الفرنسيين هو فرنسي ايطالي ولكنه محسوب اكتر على السينما الفرنسية واشتغل في السينما الامريكية ويعتبر من البد اسز التقال او يبطع الحقبة دي يعني بالنسبة للسينما الفرنسية والان دولان وجون بول بالموندو دول يعتبروا حاجة كده للعيال التوتو ولكن الناس التقال بقى اللي بيدوروا على البد اسز اللي بجد لهم ملوك الترسو اللي بجد يعني ايف مونتان ده بالنسبة لهم مضوع كبير قوي ومن اخراج انري جورج كلوزو وانري جورج كلوزو ليه قيمته الكبيرة جدا 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 ما بين محبي سينما الاثارة والرعب النفسي بل انه في الفترة دي كان بيشبه كثيرا بالفرد هاتشكوك وكان يعتبر المنافس الرئيسي بتاعه على مستوى التصنيف ده على مستوى العالم ككل الفيلم ده انا معرفتي به قديمة شوية ولكن غير مباشرة وغير معلومة بالنسبة لي وحشرح ازاي خلوني الاول احكي لكم قصة الفيلم قصة الفيلم بتدور في بلد صغيرة في امريكا الجنوبية في فترة فيها كساد اقتصادي كبير شويتين بيعانوا منه جدا الناس كلها الوافدين يعني ناس اجانب سفروا للبلد دي على اساس انها مليانة ثروات وفيها فرص للثراء والنجاح والكلام ده كله ولكن للأسف سريعا الفرص دي بتنضب والناس بتبقى اشبه ما تكون بالمساجين في المكان ده وفرصتهم الوحيدة للخروج هي انهم يشتروا تذكار الطيارة هم معهم شتمنها الاعمال او البزنس في البلد دي كلها اللي بيتحكم فيها شركة بترول امريكية وفي يوم من الايام الشركة دي بينفجر لها بير بترول ولازم يتم نقل شحنات من النايترو جليسرين للبير ده عشان يفجروا ويقللوا الخسائر او يخمضوا النار اللي موجودة فيه الفكرة نحن بنتكلم في بلدة بطرق غير ممهدة والشحنات اللي عايزة تتنقل دي هتتنقل وهي حساسة جدا 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 عبر طرق غير ممهدة على الاطلاق وبناء عليه الشركة مش مستعدة انها هتوظف حد من موظفينها عشان يقوم بمهمة النقل دي الناس بقى القديمة ابتدت تفهم من دلوقتي الربط ده بيفكرنا بانهي عمل الناس الجديدة شوية هعرفكم كمان دي المهم فبيعملوا بيعلنوا عن وظيفة للناس اللي موجودة في البلد بقى اجرى 2000 دولار للصائق الواحد اللي ممكن ينقل الشحنة دي ودي بالنسبة لهم كان مبلغ مرعب بيحللهم كل مشاكلهم فكل السوائن اللي في المدينة بتتنافس عشان تحصل على الفرصة دي علما بانها فرصة اشبه ما تكون بانتحارية لغاية لما بيكونوا فريقين كل فريق مكون من فردين عشان يقوموا بالمهمة دي وبعدين الاحداث بتنطلق ليه بقى بقول الناس القديمة حيعرفوا التشابه ده بيفكرنا بايه بالزبط لان في مسلسل مصري من بطولة نور الشريف اتعارض سنة 1988 كان اسمه ثمن الخوف بيدور عن نفس الفكرة تقريبا بالزبط مع بعض الاختلافات البسيطة المسلسل ده كان اتناشر حلقة على فكرة المسلسل متاح على يوتيوب الناس ممكن تتفرج عليه يدوروا على ثمن الخوف هتلاقوا المسلسل الفيلم متاح على ديلي موشن انا شخصيا اتفرجت عليه على ديلي موشن الشيء السيء بس في تجربة المشاهدة على ديلي موشن هي كمية الاعلانات المرعبة فلو حد عنده مصدر اخر ممكن يتفرج منه على الفيلم هيكون افضل بكل تأكيد المسلسل كان اتناشر حلقة فانا فاكره كويس اوي وقت عرضه انا كان عندي عشر سنين تفرجت عليه مصر كلها يا جماعة كانت بتحبس نفسها لما المسلسل ده بيتعرض هو ما نلش شهرة كبيرة اوي لانه مش اجزاء ولانه مش طويل ولانه مش قزمة كبيرة وكلام زي ده وطبعا مع مرور الزمن بتدينا انا اكتشف انه كان فيه بعض المعاناة البصرية يعني في بعض الحاجات وبعض الامكانيات المحدودة في امور معينة ولكنه كان مسلسل مطير جدا انا فاكر كويس اوي فكرة المشاهدة بتاعته دي البيت كان بيسكت محدش بيقدر يتنفس من الرعب اللي احنا كنا بنبقى عايشين فيه احنا بنتفرج الحاجة الوحيدة بس اللي تحسب على المسلسل ان على حد علمي على حد علمي وقد اكون مخطئا ما فيهوش اشارة لانه مقتبس لا من الفيلم الفرنسي الايطالي ولا من الرواية اللي الفيلم الفرنسي الايطالي نفسه مأخوز منها نرجع بقى الفيلمنا فيلمنا مقسوم زي ما يكون مقسوم نصين بالسكينة يا جماعة اللي هو نظام فيه فصل اول وفصل تاني ده الفيلم كله يعني الفصل الاول هو تعريف بالظروف بتاعة الاحداث بالشخصيات بتاعتنا بالصراع اللي هما فيه بايه اللي ممكن يفرض عليهم انهم يقبلوا فرصة زي دي رغم الخطورة الكبيرة اللي فيها بنبني علاقات مع الشخصيات الرئيسية اللي هتكمل معانا في الفيلم بعد كده وبنتعرف من خلالها على الخلفيات السياسية والاجتماعية بتاعة العالم كله في الفترة دي فترة سيطرة الرأس مالية وتوحشها على الناس الغلابة ولا الناس البسطاء ولا الكلام ده كله لان الشركة الامريكية دي لما بتعين الناس دول فقط هربا من اي موظف ممكن يكون عنده تأمين او عنده نقابة او عنده اتحاد يقرفنا من الاخر يعني هما من الاخر بيعينوا ناس عشان يموتوهم الموضوع ده ما بيترميش في قشك الموضوع ده وات بيتبني على نار هادية جدا 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 في النص الاولاني وحقيقة لو في حد بيتفرج على الفيلم وهو مش عارف ايه اللي مستنيه في النص التاني ممكن يزهق شوية لان اقاع النص الاولاني بطيء شوية في تعريف بشخصية بطلنا اللي هو ماريو والشخصية التانية وعلى طول اللي هي جو اللي هو بيعتبر سافرنا في الاحداث لانه بيبقى احد الوافدين للمدينة في بداية الفيلم وبنتعرف من خلاله على الظروف اللي هما كلهم عايشين فيها واخرين اللي هما بيكملوا معنا في الرحلة طاعت النص التاني النص التاني بقى حيوصل حضراتكم للنقطة اللي بقولها دي انا قاعد النص التاني وانا شفت المسلسل عايزين بس يعني والمسلسل احداثه متشابهة جدا مع الفيلم الاختلافات بسيطة اختلافات ابداعية بس عشان نقرب الاحداث للوطن يعني للبيئة المصرية والكلام ده كله فانا عارف الاحداث ومع ذلك انا بتفرج على النص التاني كله يا جماعة وانا عامل كده في حاجة هتفرقع في وشي في اي لحظة هو ده اللي احنا بنعيش في يا جماعة في الفيلم ده حاجة لفترة طويلة جدا كل ثانية انت متوسم ان في حاجة هتفرقع وان الناس دي هتتفرقك قدامك الفيلم في النص التاني بالتحديد انا شخصيا وانا بتفرج عليه علما باني شايف المسلسل كنت قلقان قوي من اني استبسط التجربة البصرية بتاعته ولكن الحقيقة بنرجع تاني لفكرة التوازن ما بين التقدم التقني الكبير في المؤثرات البصرية والامور دي والتركات او الخبعة البسيطة او المدرسة الكلاسيكية الطبيعية بتاعت السينما نفسها الادوات القديمة وان الادوات القديمة دي مش بالضرورة او مش شرط تكون نوع من انواع التضحية بالحكس دي بتقربك اكتر للواقع ولما ترجع تتفرج عليها في زماننا الحالي حتقدر الناس دي كانت بتعمل سينما زي دي بالامور الطبيعية دي ازاي كمية التعائدات اللي موجودة في كل مواجهة بتقابل العربيتين بتوعنا اللي شايلين المتفجرات اللي هم شايلينها دي العوائق اللي بتقابلهم كيفية تخطيهم ليها التلاعب بالاقاع يا جماعة الراجل اونري جورج كلوزو ده مدرسة مدرسة مرعبة الناس تتفرج وتتعلم بجد يعني امتى نبطق امتى نسرع امتى ننجل ماش هتحقه التنقل ما بين الكادرات على وشوش الشخصيات وعلى الامور اللي هما بيتعاملوا معاها حاجة كده بجد يا جماعة تتبروز وتتحط اللي هو قدام واحد عاوز يتعلم علشان لربما يكون له مستقبل حاجة تحصرك على اللي احنا عايشين في دلوقتي على الافلام اللي احنا بنقول عليها افلام اثارة وبنضطر نكرمها بالمقارنة مع الافلام الاخرى المعروضة علما بانك لو تيجي ترجع للأوالب الرئيسية بتاعت الناس دي هتتحصر بجد هتتدايق يعني الدنيا كلها مش اطارة بس في النص التاني من الفيلم بنكمل في كيفية تحولات الشخصيات دي وفيها بعض التحولات المفاجأة جدا 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 بان الظرف بيبرز حقيقة شخصية ممكن يكون اللي حواليها مش عارفينها ويمكن الشخصية نفسها ما كانتش تعرفها عن نفسها وهنا بيبان قيمة التمثيل بتاعت رباعي البطولة وبالتحديد البطالين الرئيسيين اللي ايمين بدورين الشخصيتين اللي يهمونا اللي هما ماريو وجو وكيفية تحولهم تحولهم هما نفسهم وتحولهم تجاه بعض لا شيء عظيم يعني بجد انا انصح بمشاهدة الفيلم ده بالشدة علشان حاجة ما بقناش بنشوف زيها لا على مستوى الحبكة ولا على مستوى التفاصيل ولا على مستوى انك تسلم نفسك الاستاذ يقدر يتلاعب بيك ويحطك في حالة الشد العصبي المرعب ده التحفظات الوحيدة عندي على الفيلم هو فعلا ان النص الاولاني يقعه ممكن يكون بطيء جدا ولولا انه هو فيلم كلاسيكي احنا واثقين فيه فسلمنا نفسنا ليه وصبرنا على النص التاني اللي بيكافئ جدا وبيستخدم بشكل فعال كل اللي حصل في الجزء الاولاني لأ النص الاولاني ده الواحد بتفرج عليه على عماية ممكن جدا يصرف نظر عن الفيلم ويقرر انه مش عايز يكمله لانه ما فيهوش كتير من ادوات الجذب اللي ممكن تخلي حد يتمسك به بالاضافة للنهاية انا ما حابتش النهاية خالص الحقيقة انا من الناس اللي بتقدر المسلسل لان من الحاجات اللي فيها اختلافات من المسلسل تغاضى تماما عن النهاية دي وكتب نهاية مختلفة ولكن بصرف النظر عن التحفظين دول الفيلم من الافلام اللي انا برشحها بشدة ضمن الكلاسيكيات واخترته هو بالتحديد لاني اظن ان ما فيش ناس كتير تعرفه واعتقد انها ممكن تنبسط بتجربة مشاهدته تقي من الفيلم هو تمانية ونص من عشرة اتمنى لما تشوفوه تقولي لي رأيكم فيه الف شكرا لحضراتكم على المساهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو وبي باي